نحن إذا لهجة جديدة في الحقيقة في العلاقات الدولية وأنا أثني وأزكي الملاحظة التي ذكرها اشتيفان وهو أن نحن في الحقيقة على اعتاب نظام عالمي جديد ولكن لن يكون في تقديري لن يكون ستكون العلاقة الحاسمة هي بين الولايات المتحدة والصين ولكن ستكون علاقة عدائية حسب تقديري الشخصي ترامب يرى في الصين الخصم الأكبر وليس روسيا وبالتالي الصراع الأمريكي الصيني يعني من الممكن أن يحدد النظام العالمي الجديد الذي سينشأ خلال السنوات القادمة وطبعا هذا يهدد بتلاشي وضمحلال الدور الأوروبي إذا ما بقت الأمور على هذا النحو إذا بقت أوروبا مفككة ومختلفة وبالتالي أوروبا مطالبة بالرد على هذه التحديات والقادة الأوروبين فقدمتهم ميركل يجب أن يعقو هذه الحقيقة